اشتركوا في القناة هم اليهود والنصارى فاليهود ما زالوا متمسكين ببعض الاحكام المتعلقة بالذكاة فتؤكلوا ذكاتهم أما النصارى في قاعدتهم دعوا ما لقيصر وما لله لله وما لقيصر هو ما غلب عليه فكل ما غلبت عليه الدولة فإن الرجال الدين يتخلى عنه تتخلى عنه الكنيسة والذكاة كانت من شأن الكنيسة ولكن اليوم أصبحت من شأن الكنيسة البلدية فلم تعد للكنيسة عليها يدون ولم يعد لها بها اهتمام فلذلك لا تؤكلوا ذبائحهم اليوم لأنها ليست من ذبائح الكتاب ولا من طعامهم دقيق حرر المسألة في جهتين الجهة الأولى ما أباحه الله عز وجل من أهل الكتاب هو ما ذبحوه وليس ما قتل بغير الذبح هذه المسألة فيها خلافة مثب الجمهور هو ما ذكرته أن المقصود ما يستبيحون به والذكاة كما عرف في الإسلام عندنا أربعة أقسام هي الذبح والنحر والعقر وما يموت به نحو الجراد فالذبح هو قطع الحلقوم والودجين من المقدم بلا رفع قبل التماني والنحر هو الطعن باللبة والعقر هو الطعن في مقتل بما له مور ينهر الدم وما يموت به نحو الجراد سواء كان نارا أو مثقلا إذا ضرب بعصا أو بأي شيء هذا كله مبيح هذه الأربعة هي المبيحة في الإسلام هي الذكاء في الإسلام بالنسبة للمذكاء ينظر فيه من أربعة أوجه وجه الأول جهة ذكاء فيما ذكرنا هذه الأقسام الأربعة الثاني المذكي فلابد أن يكون ممن يناكح معناه من المسلمين أو من اليهود أو من النصارى ثالث تسمية ذكر اسم الله عليه فهذا لا بد منه في ذكات المسلمين وغير المسلمين إذا لم يذكروا اسم الله أو ذكروا سمى المسلم عليه ذلك نعم فالمسلم يسمي عليه كما في حديث النبيط الذين كانوا يتون من الشام قلهم لحمن في يبيعونها فقالوا إنهم لا ندري هل ذكروا اسم الله عليه أو اسم العزيري أو اسم المسيح فقال اذكروا اسم الله عليه وكلوه والرابع النوع المذكاء الحيوان المذكاء هل هو مما ينتفع بذكاتهم لا بد أن نعرف اللحوم التي تباعها له خنزير أو كلاب أو بهايم ممنوعة للحمر الأهلية وغيرها كذلك من المهم هيئة ذكاء فهيئة الذكاء لا بد أن تكون معتبرة في الدين الذي يهم فيه فمثلا اليهود لهم هيئة معينة للذكاء من الهيئة المسلمين والنصارى كذلك وقد اختلف فيما سوى ذلك فمذهب الجمهور أنه لا تحل الذكات بما يستبيح به من غير ما هو وارد في دينه وذهب ابن العربي إلى التوسعات في ذلك وقال لو رأيت الذم يكسر عنق الدجاجة لا أكلتها وهذا الذي قاله أنكره عليه أهل زمانه وبالغوا في الانكار وقالوا ليس هذا طعام أهل الكتاب الذي أذن الله فيه بل هو مقصور على ما ذكوه على نحو ما جاء في ديانتهم ويستخرج من ذلك أيضا ما يستقدرونه فإنه ليس مباحا للمسلمين على الراجح كالشحوم التي هي محرمة على اليهود وكل حوم الإبل إذا نحر اليهودي ناقة فباع لحمها فلا يحل للمسلمين أن يأكل لأنها لا تحل اليهودي لحمل بالمحرمة عليهم وكذلك الشحوم فقد حرم الله عليهم من البقرة والغنم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا وما اختلط بعض فما يستقدرونه ويرمونه وهو نجس في دينهم لا يستبيحه المسلم لما في ذلك من القذارة والخضوع تاب شهد إذا سمحت لي في هذا كل هذه القيود الآن بعضها ورد في النص لنقول الذكاء أو نحو ذلك لكن كيف نفهم هذه القيود الأخرى الإضافية التي جاء ربما بمجرد النظر العابر أو دعني أقول بالظن يعني الإبل مباحة في ديني وأنا أكلها وأذبحها فإذا ذبحها غيري أنحرها أسف فإذا نحرها غيري صارت حراما وإذا ذبح بقرة صارت حلالا يعني أشياء ليس عليها نص لأنك لا تفهم عقلا لا هي الإباحة بلا هي النص موجود والعقل واضح جدا النص في تحريم نحر النص في إباحة طعام طعام أهل الكتاب ما قال ما ذكى أهل الكتاب طعامهم من أهم طعومهم الذي يطعمونه في دينهم فإذا صاروا يأكلونه هذا لا يأكلونه في دينهم إذن لماذا يجرمونه فاليهود لا يأكلون ذلك في دينهم فإذا قدر أن يهودي كان موظفا في شركة الإنتاج للحوم فنحر الإبل فهو لا يستبيحها في دينه أصلا طيب وهو يريد أن يضر الآخرين ولا يريد أن ينفعه فلذلك لا تستفاحهم فلذلك ما يرمونه من الأقدار الشحوم التي يرونها قذرا وهي محرمة عليهم وهي نجس في ملتهم فهم كانوا يحتالون عليها فجملوها فباعوها فأكلوا ثمنها كما لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فهذا النوع الذي لا يستبيحونه في دينهم ليس من طعامهم والله لم يقل وذبائح أهل الكتاب أو مذكى أهل الكتاب بل قال وطعام الذين أوتوا الكتاب الطعام المطعوم إذا صار هو اليوم من طعامهم لا لهم اليوم إذا بغيروا وبدلوا في هذه المسألة واتوا بما هو مخالف لدينهم فهذا الذي ذكرنا أنه مذهب الجمهور أنه لا يستباح إلا ما أحله لهم دينهم فهو طعامهم وأن ما ذبحوه بغير الطريقة المعهودة في دينهم لا يستباح إلا عند ابن العربي كما ذكرنا اليهودون صار في زمن النبوة وكانوا قد حرفوا في دينهم حرفوا في غير الذبح ومع ذلك أكل طعامهم نعم هم حرفوا في غير الذبح وبقي انتسابهم لا هنا قضية المستباح هو ما يتعلق بالمذكاء فإذا حرفوا في أمر أخرى حرفوا أصلا في أصل العقيدة لكن مع ذلك بقي الاعتبار وهذا الاعتبار ليس اعتبارا لأصل دينهم وإنما هو توسعة على المسلمين كما قال القرطبي رحمه الله فيقولوا إن الله لم يحل المحصنات من أهل الكتاب تشريفا لهن وإنما أحل ذلك توسعة على المسلمين طيب فهم مثل غيرهم فيما يتعلق لا ليس حرجا هم مثل غيرهم فيما يتعلق بالشرف فإن الله تعالى يقول في سورة البينة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين في هؤلئك هم شروا البني عندما نزلت قال أبو بكر إن استوت أكتافهم رب الكعبة في حديث عائشة كان اليهود والنصارى وأهل الكتاب يزعمون أن لهم فهوفا على المشركين حتى نزلت سورة البجينة فقال أبو بكر إن استوت أكتافهم رب الكعبة فلذلك ما يستباح من طعامهم هو ما هو مباح لهم في دينهم وإن حرفوا وبدلوا في أمور أخرى غير الذكاء واليوم كما ذكرنا أصبحت الذكاء تابعة للحكومة وأصبحت شركات الإنتاج أعملوا فيها غير أهل الكتاب أصلا يعمل فيها البوذ والسيخ والهندوس واللادين والوجود والشيوع فهؤلاء جميعا من لا دين لهم مثل غيرهم فهم مواطنون ولهم فرصة عمل بل الغالب في المتمسكين بالديانة من اليهود والنصارى لا يمارسوا المهن الخصيصة لأنهم في بلادهم مرفهون مناعمون ولهم أعمال أخرى أكبر من ذلك هذا في الغالب ولذلك فكثير من عمال المؤسسات المؤسسات الإنتاج والذين يباشرون الذكاء كثير منهم هم من شرق آسيا من الفقراء والشعوب المستضعفة لأنهم يبحثون عن يد العاملة الرخصة من الوثنيين نعم فيأتون بالوثنيين والوذيين والسيخ والهندوس واللادين طيب نصير شيخنا إلى محور الأطعمة والأشربة معلوم أن الله سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير آكل ذبائحهم ولا محل نسائهم كما في حديث عبد الرحمن بن عوف في المجوس طيب إذا كنا توقفنا عند لفظ قوله تعالى طعام ولم ندخل فيه ما لا يأكلونه فمن أين جاء اشتراط الذبح طعام كان مذبوحا فإن كان مطعمهم غير مذبوح لا هو لا بد أن يكون مذكا لأن المطعم هنا غير المأكولات غير ما يذكى من الحيوان على أصل لباحة هذا لا نقاش فيه خبزهم وبيضهم هذا لا خلاف في أصله لكن الخلاف هنا فقط هو في ما ذكوه ما يستباح بسبب فعل منهم أما ما أنبته الله لنا في الأرض وما صنعته أيديهم وإن طبخوه هذا أيضا ما صنعته أيديهم ذبحوه فقط لا هي قضية الذبحية لإباحة إنما جاءت السباحة من قبل التذكية ولذلك فاليوم الشيخ محمد سالم رحمة الله عليه سئل عن ذبائحهم وهو في طائرة فرنسية ما يقدمونهم الطعام فقال تفاحة جنية لتوها خفيفة مثل طعام جوها حاصلوا مقتضى رصوص المذهبي تحريم لحم أوروبا المعلبي فإن تقل أهل كتاب قلت قد شاع إلى الإلحاد منهم ملتحد ولو فرضناه فهم يلغونا ذكاة ما من ذاك يأكلونا ولو فرضناها أي ذكا فهم على الأقل غابوا وأكلوا الميت فيهم مستحل قلت ومن أحس مس السغبي فيهم يقول وآية العقود في طعام أهل الكتاب حجة الإقدام وحجة الإحجام قل ما أخوذه مما اقتضته آية الموقودة والحزم الاكتفاء والحزم الاكتفاء ونعم قلت ومن أحس مس السغبي فيهم يقول بقولة ابن العربي فهي وإن زيفها المفتونة في عصره تؤلف المفتونة لأن دين الله يسر والحرج عن مقتضى مقاصد الشرع خرج والحزم الاكتفاء بالأسماك ونحوها كالبيض والفواكد يعني إذا جع جوعا شديدا ولم يجد إلا هو تأول كلام من العربي نعم إذا لم يجد إلا طيب أفهم من كلامكم إلا أن هؤلاء المبتعثون المبتعثين نعم أن هؤلاء المبتعثين لا يأكلون شيئا من هذه أطعمة المطاعم ولا المعلبات يأكلون الأسماك والبيض والمعلبات يأكل سمكا لا إشكال في هذا شقة هذه بالغة وأيضا يأخذ الذبائح المسلمين من هناك من المسلمين ولو كانوا من المبتدعات فتأكلوا ذبائحهم وكذلك أيضا ذبائح اليهود